السلام عليكم ازايكم ما عاملين ايه محاضرة جديدة وفيديو جديد النهاردة من كورس بتاعنا system analysis and design 2 المحاضرة دي ان شاء الله اخر محاضرة قبل الميت ترم بتاعنا محاضرة دي هيكون مقسومة على two parts الpart الاولاني هيكون عن الموناليسيك والpart التاني هيكون عن المايكرو سيرفيزيز والاتنين احنا اتكلمنا عنهم قبل كده في فيديو اللي هو اول فيديو نزل خالص بقية والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عنهم بشكل مفصل ان شاء الله طبعا دينا محاضرة رقم خمسة واللي هي lecture four طيب هنبدأ الاول بالموناليسيك في اول بارد فتسكير كده سريع ان الموناليسيك هو عبارة عن multiple components كلهم متجمعين في one large application يبقى احنا عندنا اكتر من components كلهم متجمعين جوا code base واحدة بس ب data base واحدة بس في framework واحد زي ما احنا عارفين وزي ما شفنا في اول فيديو ده اللي اغلبنا بيستخدمه يعني ان انت لما بتيجي تكاود بتبدأ على طول بالموناليسيك دي اللي احنا قلنا ان ترجمتها الحرفية بالعربي صخرة كبيرة مصمتة يعني يعني ان هو تعبير كده ان الweb site او ال application او اين كان ال project اللي انت شغال عليه هو على بعضه كده بال database بتاعته بكل حاجة اه مش متقسم يعني بيقول لك برضو ان في هنا جزئية مهمة جدا بيقول ان الموناليسيك بيفورس الملتبل اه development team to اه ان هو يخلي احنا عندنا اكتر من team بيكون شغال عموما في اي شركة كويس فيه team لليو اي وفيه team لل اه front end وteam للباك اند وهكزا بيقول لك ان الموناليسيك بمعننا شغالين كلنا على نفس الكود بيز فالموناليسيك بيخلينا كلنا شغالين على التوازي مع بعض ولازم في الاخر عند point معينة كلنا نسلم الشغل بتاعنا في نفس الوقت علشان مفروض ان الشغل اللي احنا بنعمله ده اه خصوان لو front end وباك اند او كزا team اه جوه الفرانت اند مثلا اه في الاخر انا هجمع كل ده واعمل له build مرة واحدة وتست مرة واحدة اه مرة واحدة زي ما احنا عرفنا ان دي حاجات من عيوب الموناليسيك يعني طيب ده طبعا بيعمل مشاكل وبيضايع وقت خلينا اديكم بسيط كده وعبيد جدا هي ايه هيوضح لكم موضوع ان الالتماد بتواشغال على التوازي مع بعض ولازم يسلمه في نفس الوقت طيب تخيل ان انت دلوقتي صاحب مطعم حلو والمطعم ده انت مفروض ان انت اه بتقدم الاكل للزباين فتخيل ان المطعم بتاعك بيقدم مثلا فتخيل حلويات وطبق رئيسي وهي اه مكسرات مثلا بان وحاجات زي كده بتبقى في الاول اول مقبلات يعني لكل كاتجري من التلاتة كاتجري سدول ايه كيتشن لواحده يعني كل واحد من دول شغال في كيتشن لواحده الاول citizen tb فرانتjcie في ايدي what to mean back candidates وتريد كل واحد فيهم شغال لواحده ففيه كده كيتشن هيعمل لك الطبق الرئيسي وكيتشن تاني هيعمل لك المقبلات وكيتشن تالت هيعمل لك الحلويات حلو فتخيل معايا لو الكيتشن بتاع الحلويات خلص بدري هل هو كده هيروحي يحق الحلويات للجسد قبل ما يأكل الطبع الرئيسي لا وكذلك لو الطبع الرئيسي خلص على طول ممكن يكون محتاج المقبلات قبل ولو المقبلات خلصت متأخر فهتعطل الكيتشن التالت فيما معناه ايه ان ممكن تيم اصلا يكون مخلص من بدري وقاعد ما بيعملش حاجة مستني معين او مستني تيم تاني يخلص علشان نبدأ ان احنا نجمع كل ده مع بعض ونبدأ ان احنا نعمل تست مرة واحدة وبلد مرة واحدة وديبلوي مرة واحدة فده بيأخر وبيعمل مشاكل كبيرة الحتة دي تكون واضحة وجميل طيب هناخد الفوائد بتاعة المونوليسك فاول حاجة هو هو نعم بيكون كومبليكس شوية ككود ان الكود نفسه مع الوقت بيكون كومبليكس شوية عشان كلهم مكتبين في نفس المكان ولكن في الاخر هو سيمبل علشان كلنا كاتيم بنديبلوب بلغة واحدة بفريمورك واحد بنقبلاي على داتابيس واحدة والدنيا بسيطة الى حد ما ان احنا نكتب كود ولذلك كل الناس اللي بتبقى لسه بدقة على طول بتستخدم المونوليسك ما حدش بيسمع عن اي حاجة تانية فهو سهل او بسيط في ان انت تعدل في او تعدل في جوة المونوليسك الموضوع سهل او اسهل من زي ما هنشوف في الفيديو اللي جاي لان كل الكود مكتوب في فايل واحد او مش فايل واحد يعني كل مكتوب جوة كود واحد فالموضوع اسهل من ان انت تبقى عازل كل مايكرو سيرفيس او كل مايكرو سيرفيس لوحدها فالموضوع بيكون ارخم كتير لكن هنا ان انت تميك تشينج is more easy سيمبل في التستنج لان خلاص انت كده بتتست كل الاب مرة واحدة فالموضوع بيكون سيمبل اكتر وسيمبل في الديبلوي لان انت في الاخر بتديبلوي برضو بتعمله ديبلوي على طول فالموضوع بيكون سهل كبروسيس ولكن اه رخمته بقى اللي احنا هنشوفه في الاسفادز اللي جاي بيقولك ان ايه الكود بيز او سوري الكود بيز اللي هي المكان اللي احنا كاتبين في الكود لو احنا شغالين اجايل او سكرام او اي حاجة من الحاجات دي مع كل سبرينت الكود بيز دي بتكبر وده ميكسينس اكيد لنا ان انت دلوقتي لو انت شغال على بيبدأ بسيط وبعد كده مع كل سبرينت بيفضل يكبر 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 الكلام دي على فكرة مش موجود في المايكرو سيرفيز او حتى لو هو بيكون موجود احنا مش بناخد بالنا منه لان كل واحدة فيهم بيكون منعزلة عن التانية ولكن خلي كلامنا دلوقتي عن المونوليسك ان احنا كل الكود موجود في كود بيز واحدة ومع كل سبرينت الموضوع الكود بيز دي بتفضل تكبر تكبر لحد ما تبقى كومبليكس جدا بيقولك ان كمان التيم سايز بيانكريز لان انا كل ما هيبقى عندي كومبليكس او مور كومبليكس كود في مور باكز بتطلع فمحتاج تيم عدد افراد التيم يكبروا او هنبدل الجونيور بسينيورز فدا بيسببلي بودجت عالية او تكلفة عالية علشان اعمل ده غير ان هو كمان بيسببلي مشاكل في المانجمنت طب اقولك بقى ملخص مشاكل المونوليسك اول حاجة الديفولوبمنت بيكون بطيق طب ليه الديفولوبمنت بطيق علشان الجزئيل انا قلتلكو عليها بتاعت المطبخ ان في ناس خلصت ومستانية ناس ثانية تخلصها كمان علشان كلنا لازم نسلم في نفس الوقت حلو او بترتيب معين فده بيقلل سرعة الديفولوبمنت الاسكالابيليتي ضعيفة جدا ليه ضعيفة لان انا عشان اسكيل او عشان اتوسع او عشان اعمل افضيت في اه اه فانكشن معينة عندي في المونوليسك محتاج ان انا افضيت كل الاب اه كل ما اجا افضيت في فانكشن لازم افضيت كل الاب ولازم اعمل ديبلوي من تاني ولازم اه حاجات كتير من دي حلو فده بيسبب مشاكل في الاسكالابيليتي تالت حاجة ان بيقولك ان انت اه من بعد ما تعمل الموضوع بياخد وقت طب ليه بياخد وقت لان زي ما قلت كله مفروض يتعامل مرة واحدة على الاب كله طيب نفس فكرة اللي كلنا نتكلم فيها انت علشان انت خلصت بتاعك ولكن لسه في حد تاني بيعمل في حتة تانية فلما يخلصها كمان هنبدأ نعمل ديبلوي مراحل فهمتوا فده بياخر الفكرة الديبلوي عموما لك اوف فليكسابيليتي فليكسابيليتي هنا قصد بيها ان انا مقبر ان انا اكتب الفيتشرز بتاعتي كلها بنفس لغة البرمجة اللي الاب كله مكتوب بيها او بنفس في اوقات بكون ان انا مثلا عايز ادخل اي 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 في الاب بتاعي فعشان دخل اي 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 افضل حاجة افضل لغة بتيتكتب بيها مثلا مثلا طب انا شغال فالموضوع صعب شوية فعشان كده اه بيكون اه لو انا شغل منه لسه كياني ففيه عندي ليك او فليكسابيليتي اخر حاجة ليك او او ريابيليتي ريابيليتي هنا بتساوي البقز يعني او المصداقية فانا كل ما بيعندي ليك اكتر في الريابيليتي بقى انا عندي بقز اكتر في المونوليسك طب ده ليه بيقولك ان كل لما المونوليسك اب بتاعك يكبر زي ما احنا قلنا ان هو مع كل سبرينت بيكبر اكتر كل لما التست يكون اصعب طب ده بيتعارض مع الفوايد اصرا او المميزات بتاعت المونوليسك احنا قلنا ان التست فيه سهل انا قلت ان التست فيه سهل لو هو بروجيكت يصلح ان هو يكون منوليسك هو قريدي بروجيكت صغير بروجيكت الكمبيليكستي بتاعته مش مش كبيرة مش محتاج اكتر من داتابيز الاسكابيليتي بتاعتي انا مش هعمل كل شوية جديد ففي الحالة دي التست هيكون جميل وظريفه مفوش مشكلة ولكن لو انا عندي كومبيليكستي عالية فالتست ساعتها هيكون صعب لان انا بقى عندي الاب بقى كبير جدا وانا كل مرة هحتاجي ان انا تست الاب كله تاني فده هيسبب لي مشاكل وهيسبب لي صعوبة في التست وبالتالي التسترز ممكن يعدوا بقز ما ياخدوش بالهم منها فتروح للايه للبروداكشن فلما بتروح للبروداكشن بتسبب بقز على البروداكشن فاليوزر بيشوف البقز دي فدي بتسبب لي مشاكل اخيرا مقاردنا ما بين 3 حاجات رئيسية نتكلم عنهم بالتفصيل طول الكورس اول حاجة المونوليسك بيكون كل الاب زي ما هو واضح كده الUI والبيزنس لوجيك وطبعا هنا السيرفزز بتاعتي او يعني الاب كله موجود هنا في المونوليسك والداتا بيز كلهم موجودين في ايه في قطعة واحدة كده وداتا بيز واحدة زي ما انتو اخدين برا طيب السيرفز اوريانتد هو بدأ يقصر المونوليسك دي لعدة سيرفزز ولكن نفس الUI نفس الايه الداتا بيز طيب المايكرو سيرفزز لا هنا بقى الموضوع بقى مختلف هي نفس الUI ولكن بقى عندي بقى كل واحدة من دول عبارة عن بالداتا بيز بتاعتها وده اللي احنا هنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله في اللي جاية اللي هيكون عن او سوري البارت اللي جاي من اللي دي اللي هيكون عن شكرا